إلى تطورات الأوضاع في أفغانستان حيث أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بإعلان حرقة طالبان سيطرتها على مدينة بالعلم مركز ولاية لوجار جنوبية العاصمة الأفغانية كابل على بعد 90 كم منها في وقت سابق أوضحت الوكالة الفرنسية أن الحرقة سيطرت على مدينة ترينكوت مركز ولاية أرزيغان وسط أفغانستان كما سيطرت حرقة طالبان على عاصمة ولاية هلمند جنوبية البلاد بعد ساعات قليلة من سيطرتها على قندهار ثاني مدن البلاد على بعد 150 كم إلى الشرق منها دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جيران أفغانستان إلى إبقاء الحدود مفتوحة وذلك بعدما أدى تقدم حركة طالبان إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد كما أكدت المفوضية استعدادها لمساعدة السلطات الأفغانية على توسيع نتاق الاستجابة الإنسانية حسب الحاجة إلى ذلك يناقش مجلس الأمن الدولي مسودة بيان تندد بهجمات حرقة طالبان على المدن والبلدات الأفغانية مشيرة إلى أن تلك الهجمات تسببت في تقبيد المدنيين خسائر عديدة وهددت مسودة البيان بفرض عقوبات على طالبان بسبب انتهاكات وأعمال تهدد السلم والاستقرار في أفغانستان وأكدت المسودة أن مجلس الأمن لم ولن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية من جهته قال وزير الدفاع البريطاني بين والس إن أفغانستان تتجه لحرب أهلية مطالبا الدول الغربية بالتفاهم أن حركة الطالبان ليست كيانا واحدا وإنما هي مسمى لعدد كبير من المصالح المتنفسة كما أعرب الوزير البريطاني عن قلقه بأن تكون أفغانستان في طريقها لأن تصبح دولة فاشلة وأرضا خصبة لجماعات متشددة مثل تنظيم دع القاعدة الإرهابية محذرا من عودة التنظيم للنشاط من جديد